أننا لما نتحدث عن موضوع التسليم ليس مرادنا أن نقول أن الإنسان لابد أن يقبل القرآن ويقبل السنة هذا أمر مفروغ منه المسلم لا يكون مسلماً إلا إذا آم بأن هذا الكلام والقرآن كلام الله وبأن السنة وحي من النبي صلى الله عليه وسلم يحيه الله عز وجل عليه لكن موضوع التسليم مقام أعظم أعلى وهو أن ينقاد ويقبل المسلم النص ويعمل بمقتضى مباشرة دون أي معارضة وهذا الذي يختلف الآن اليوم فيه المسلمون درجات عظيمة ومقامات عظيمة شو حتى اليوم عياننا لما تقولوا شيء بس يقولوا كيوة لكن ما هو هذا الاستدراكي أخوان ترى هذا دليل على وجود ضعف في الإيمان لدى المسلم هذا الأمر لم يكن أروح عند الصحابة الصحابة لما يأتيهم النص علموا حكمته عرفوا مقصده أو لم يعلموا ينقادوا ويسلموا ويقدموا على كل شيء اليوم لما تقول مثلاً والله لا يجوز سفر المرأة مع ثلان إلا مع ذي محرم يجيك الاستدراكة طيب شيخ في الطيارة أنا أحطها محرم ويستلمها محرم ثاني عندك نص المفترض لما يكون مقام التسليم عندك في درجة عالية أن هذا الأمر يكون عندك حرام ما يكون عندك أي احترازات موضوع الربى اليوم ودندنت البنوك الربوية وكثيراً من الإقطاعات المصرفية على إعادة النظر في موضوع الربى وتحرير مسألة الربى ليش؟ لأن في ضغط عالمي يقول بأن الاقتصاد لا يمكن أن يقوم اليوم إلا على فتح باب الربى بنظرة أخرى تجيزه لو المسلمون اليوم والهيئات المصرفية عندها نصوص الربى واضحة لسلمت وأذعنت ولم تناقش ولم تنظر ولم تحتال اليوم بحيل لإجازة وفتح باب الربى إذن أول هذا الأمر أن السبب في أن الإنسان أو نطرق هذا الموضوع أن التسليم مقام يتفاضل به المسلمون ضعفاً وقوة ارتفاعاً وهبوطاً حتى عندك أنت اليوم اليوم ما هو تفسيرنا لعدم قيامنا بكثير من الأوامر ترى ضعف قضية التسليم للنص في قلبك لو أنك سلمت بأن ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها لا يمكن بهاي حال من الأحوال أن تتركها ولو كنت مقطع الأطراف تصليها تصليها ليش؟ لأنك توقن أن هاتان ركعتان خير من الدنيا وما فيها لكن عندنا إيمان سطحي بالأثر وما عندنا إيمان واقعي عميق بمدلول النص ولذلك تشوفوا اليوم الناس يتفاضلون إيماناً بقدر تفاضلهم في التسليم للنص الأمر الثاني أخوان من حديثنا أو حاجتنا للبحث عن هذا الموضوع أن موضوع التسليم يجعل إنسان يبحث عن الأدلة ويطلب العلم ويتأمل أقوال العلم حتى يعلم حكم الله في النص فيبادل الامتثال وهذا أعظم شخص محبوب عند الله عز وجل الذي يبحث في مراد الله ويعرف كلام أهل العلم في مراد الله لماذا؟ حتى يعمل بمراد الله هذا مقامه شأن عظيم وهذا هو أصل العبودية التي يريدها الله من الإنسان شكرا